دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى الخلاء فأقبل عبد الله بن عباس وكان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما قد قارب البلوه وأخذ إناء ووضع فيه ماء وأقبل وقف عند الخلاء ينتظر فهم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد دخل الخلاء فإنه سيتوضأ وبالتالي بدل أن يخرج ويقول أعطوني ماء للوضوء وسنجهز له كل شيء وهذا ذكاء هذا ذكاء وفطة من هذا الغلام لذلك إذا رأى أحدنا من ابنه ذكاء فعليه أن ينمي فيه ذلك الذكاء ويشجع عليه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماء عند الخلاء قال من وضع هذا فقالوا عبد الله بن عباس فقال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهوا في الدين وعلموا التأويل حديث متفق عليه